إسبانيا تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية لصالح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة وتعتبر هذا الأخير بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية الموقف الإسباني يأتي بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وحول مضامين رسالة رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي نتابع شاشة تفاعلية أعدها فتح الله بوزيدي مساء الخير مساء الخير إيمان ومساء الخير مشاهدين الكرام إسبانيا تغير موقفها من قضية الصحراء وتعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تغير موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية يدخل العلاقات بين البلدين منعطفا جديدا تسود فيه الإيجابية لإعادة بناء الثقة وإرساء التعاون خصوصا بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين رئيس الحكومة الإسبانية أعلن في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي أنه يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب كما ثمنت إسبانيا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تقوم بها المملكة المغربية في إطار الأمم المتحدة وجهودها من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف تغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء يأتي في وقت تشهد في القضية الوطنية زخما ديبلوماسيا متزايدا يعبر عن وجهة الموقف المغربي ويزيد من مصداقيته في الأوساط الدولية لسيما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وما صحبه من اعترافات دولية متزايدة بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي وحول العلاقات بين المغرب وإسبانيا قال سانشيز إن البلدان تجمعهما بشكل وثيق واصر المحبة والتاريخ والجغرافية والمصالح وصداق المشترك معربا عن يقينه بين الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا وأن ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح مما جاء في مضمون هذه الرسالة أيضا أن إسبانيا تتطلع إلى بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتواصل الدائم والامتناعي عن كل عمل أحادي الجانب وتصدي لتحديات المشتركة لسيما تعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الابد المتوسط والمحيط الأطلسي المملكة المغربية من جهتها ثمنت عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناء لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية والتي تضمنتها الرسالة الخارجية المغربية وصفت العبارات الواردة في هذه الرسالة بأنها أرضية تتيح وضع تصور لخارطات طريق واضحة وتموح بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي السامي في العشرين من غشط الماضي ووفق بلاغ الخارجية فإن الملكة محمدنا السادس كان قد دعا في هذا الخطاب إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات شكرا على المتابعة مشاهدين نواصل معك إيمان شكرا لك فتحل أن نلقاك في مواعيد إخبارية لاحقا